كيف وجدت العلمانية طريقها إلى الشعب المسلم السوداني؟ ونحن شعب قمنا على الإسلام ناس القاعدين للكلهم ما في زول دخل الإسلام جديد ولدونا مسلمين والحمد لله وقمنا لجينا هل لمسلمين والإسلام دخل بلدنا كذيما من سنة واحد وثلاثين هجرية في حملات عبد الله بن أبي السرح صحابي الجليل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشيء جديم فيبقى السؤال أيها الكرام كيف وجدت العلمانية طريقها إلينا؟ ونحن نشأنا على الإسلام كويس؟ أنا بأعتبر الإجابة على السؤال ده في نقاط النقطة الأولى الجهل بالإسلام والجهل بالعلمانية الناس اللي يتبنوا دهال جهل بالإسلام في الأول لأنه يا أخواننا ما في إنسان بيتبنى الفكر العلماني إلا وهو يعتقد أن في الإسلام قصور والإسلام غير قادر على إدارة شؤون الحياة عشان كده بيمشوا بيستجلبوا العلمانية لأنه بيعتبروا أن الإسلام لا يكفي الإسلام ناقص الإسلام فيه خلل ده اعتقادهم عشان كده احنا بنقول لهم أنتوا جهل بالإسلام والحل مشكلات بلادنا وغير من بلاد المسلمين ما بيكمن في استجلاب علمانية من برة إنما نحن بنحتاج بس نرجع ليديننا ونعرفه لكن احنا مشكلتنا ما عارفينه ذاته لو سألت سؤال لأي زل بينادي الآن وبيطرح العلمانية بقول له ما هي الميزات اللي أنت دائرة في العلمانية ولا توجد عندنا في ديننا الإسلامي شنو؟ كويس؟ مشكلة بلدنا ذي إنهارت ما له ضيع القيم وناس يقول لك الفساد ولا بد من محاربة الفساد ده طبعا فهمهمهم أقول له قولة أنت لو دائرت حارب الفساد ما في قيم حاربة الفساد أعظم من القيم الإسلامي أبدا نموزج من واحد علي بن أبي طالب كان أمير للمؤمنين ده أمير المؤمنين ما زل عادي ساي اختصم مع واحد يهودي وده ما مسلم في درع الدرع عند اليهودي اختصموا ليقاضي اسمه شريح ده أمير المؤمنين بيد جابة مع واحد من الرعية وما مسلم يهودي دي القيمة دي بتلقاب نخليك قبال ما نشوف الحكم شنو القيمة دي بين الآن حكام العالم في حاكم ما عنده حصانة بيقيف مع واحد من الرعية بتحاكم بتقدر دولتك العالمانية فيها قيمة زي دي أمير المؤمنين واقف قدام القاضي قل له القاضي أين بينتك يا أمير المؤمنين البينة وين لأن الدرع قاعد مع اليهودي والأصل القانوني والشرعي بقى ما كان على ما كان مدام انت جاي شايد الدرع في يدك وجهز والتاني قال الدرع حقي داك اللي بيجيب البينة قال أين البينة قال عندي شهود قال من شهودك قال غلامي وابني قال أما شهادة الغلام فنقبلها وأما شهادة ابنك فلا نقبلها ائتي بشاهد آخر قال ليس عني قال يا يهودي خذ الدرع فإن أمير المؤمنين قد عجز عن إقامة الحجة فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دي قيم الإسلام ما بتلقى إلا هنا في الإسلام بس مشكلتنا نحن في البلد دي قضية المحسوبية أسه البلد دي مع زمان خربانة بيا واسه خربانة بيا أسه خليك من زمان الليلة دي المحسوبية في التوظيف والمحسوبية في أخذ الحقوق وأي تعامل في الغالب ما بتقدر تعمل يوم الليلة دي إلا تدفع رشوة كويس عشان كده لما في الإسلام سرقت امرأة من بني مخزوم ودي الناس من قريش وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم وناس كبار دي ناس بيشفعوا للمرأة المخزومية التي سرقت وقالوا كلموا أسامة حب رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه كلموا قالوا يشفع عليها فجاء أسامة يستشفع لها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها دوين في العلمانية تحداك أي دولة علمانية في العالم تقدر تقيم الحدود والخصاص على ناس جوا وناس كبار فيها ده ما فيه إلا في الإسلام شاكد أنا بقول لك يا جاهل يا مسكين قلل يا شبابنا الغشوم الشيوعين بقول لك دي دولة العدالة ودي دولة الحقوق وين العدالة والحقوق وين وين دولة العدالة دي العدالة هنا في الإسلام الموظف في الإسلام ما بيجوز له يشيل حاجة فوق المرتب حقه هدايا من الناس حرام ده شاكد الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم رسلوا يجمع الزكاة من الناس فجرى جع قال هذه زكاتكم دي الزكاة حقتكم قال وهذا أهدي لي جاب له بهيمة على جنب كده قال وهذا أهدي لي وما سرقوا ما حرامي لكن أهدوا له فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا قيمة قال هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته لأن الهدية جاتوا بسبب شنو؟ بسبب إنه موظف وعامل الزكاة ما جاتوا بسبب إنه مسلم عادي لا دا الإسلام يا أخواننا دين العدالة دين العدالة عشان كده الغربيون لهم حق يكتبوا the greatest are hundred or over hundred and the most greatest one of them is محمد ونحن نقول صلى الله عليه وسلم أعظم رجل عندهم عندهم أقام العدالة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن الليلة نجي يا أخواننا شعب يصفق بملأ اليد ويصيح بملأ الفم يقول نحن دائرين علمانية ودائرين أي حاجة تنقذنا نحن من الظلم ليه يا أخ ما ترجع ليدينك حتى حقوق الأقليات اللي بتكلموا عنهم نحن ديننا أمرنا بإنه نعدل معه ما في ظلم لو أنت كافر داخل الدولة الإسلامية مستأمن معاهد أو ذمي داخل الدولة الإسلامية أنت تتمتع بالعدالة الكاملة قال تبارك وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصد كفار لابسين صليب وملاحدة مش قاعدين معنا وما محاربين أيوة ربنا قال نعدل نعدل معهم مش كده بس وكمان نبرهم في المعاملة ربنا قال لا ينهاكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين نبر الكافر نحسن له إحسان الدنيا عشان هو يعرف الإسلام ويرجع له وبالتالي أخواننا أنا بقول لأي زول بنادي بأن العلمانية خيار أو العلمانية خيار له بقول لأ أنه ما بتعرف الإسلام ما بتعرف العدالة التي وجدت في الإسلام ما في الآن العلمانية اللي بتنادي بها ما وحدت ما قدرت توحد القبائل المتنافرة والمتناحرة ما قدرت توحدها ولا في أمريكا ستة كستة العلمانية قدرت قدروا عليها للآن مشاكلهم في العنصرية مدورة للليلة دي ونحن الإسلام علمنا إن المسلمين كلهم قبيلة وحدة ما فيش يفرق بيناتنا ما فيش يفرق بيناتنا إطلاقا ولما كويس بلال رضي الله عنه أسألوا أبو ذر وأبو ذر من غفار عربي وبلال أصله غير عربي قال له يا ابن السوداء النبي صلى الله عليه وسلم ما مشكله والكلام ده قال إنك مرؤ فيك جاهلية لحد ما جاء أبو ذر ويعتذر له وخدت وجهه على الأرض وقال له أطع على وجهي بيرجلك كويس ده الإسلام يا أخواننا قال لي لا دولة جنبنا بيجاه جارتنا ما قالوا دارين حتى غرير المصير وماشيين دارين علمانية ما شو طبقوا العلمانية بهمة وابوها كلها والكفر والإلحاد والسكر وكل العربة ده كيف تسوه مشكلتهم اتحلت قبليتهم مدورة والموت لا سشغال فيهم مشكلتهم ما تحلت أه وجعانين يا ناس الناس البناد بالعلمانية ما بيعرفوا الإسلام